بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرس عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأى الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق من أبينا سخرون مهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلعكم بالليل والنهار للرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متى على هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ليبصها من أطرافها أفهم الغادقون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصدم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا موازين القصة لأوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان لفقال حربة من خردا آتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان رضياء وذكرا من التقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشرقون وهذا لكم مبارك من منزلنا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين قالوا أجلتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله آكيدا ما أصنابكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا له لعمهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سبع نافة يمكنهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يرطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على روسهم لقد علمت ما هألا ينفقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأرحينا إليهم جال الخيرات وإطار الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابرين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القضية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسفرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان في حاصبة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ ماذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وتلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني الذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فابدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في رفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصروا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفر وهم فيها لا يسمعون إن الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسنسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الززع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يوم قول للي كنتم توعدون يوم نطل السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إما كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينثها عبادي الصالفون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلنات إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إله قبله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله ذكرة لكم ومتاع إلى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون